المتابعة ينظم إلينا من الجزائر الكاتب والمحلل السياسي سيد عبد الكريم تفر قنيت سيد عبد الكريم متى ينتقل المشهد السياسي في الجزائر إلى مربع آخر؟ طبعا الكل ينتظر هذا المربع المربع الآخر مربع التفاؤل مربع الأمل ولكن حتى الآن يبدو أن الحراك مصر على استنفاذ كل طاقته على الوصول إلى مطالبه هناك مطالب تحققت هناك أخرى ما زالت يبدو أن الإشكال الآن هو الحوار مع من يتم الحوار الحراك والأحزاب السياسية تطالب بالحوار ولكن ترفض الحوار مع رموز السلطة الحالية بما فيهم رئيس الدولة يطالبون بالحوار مع المؤسسة العسكرية ولكن يبدو أن هذا إشكال إذا دخلت المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية بصفة مباشرة فهذا إنقلاب وأن يتقبله الهيئات الدولية بما فيها الاتحاد الإفريقي الذي يرفض هذا الإشكال يبدو أن الحراك الآن في مرحلة مصيرية الحراك يساعد المؤسسة العسكرية على تفكيك رموز تفكيك أليات تفكيك ميكانيزمات الدولة العميقة التي بدأت تتساقط شخصية بعد شخصية كأحجار الدومينو هناك ربما العرابيين الذين ساهموا في المرحلة السابقة السياسية بشقيق الرئيس الجنرالات والآن دخلت المرحلة أنه حسبت الأحزاب السياسية بعض الأحزاب السياسية التي اتهمت أو بالفساد السياسي اليوم سيد عبد الكريم والذي هو أساس الفساد المالي نجد هذا الحراك لا يثق بأي شريحة لا بنخبة ثقافية ولا بنخبة سياسية ولا بأي أحزاب قديمة أو حديثة برأيك هل هذه نقطة إيجابية أم أنها ربما تعرقل حالة الوصول إلى حالة من الاستقرار السياسي في الجزائر تفضلت عدم الثقة هو الإشكال الكبير الذي تعرفه الساحة السياسية والطبقة السياسية بين المحكمين والحاكم نتيجة النظام السابق لم يترك أي شيء لأن يتم الثقة فيه وبالتالي في الحراكة الآن يفتقد إلى الثقة لكنه يميل بعض الشيء إلى المؤسسة العسكرية باعتبارها المؤسسة الفعلية والتي ساعدته والآن هو يساعدها في تفكيك الدولة العميقة تفكيك هذه الصندوق الأسود يبدو أن الطبقة السياسية هي طبقة هشة طبقة بفعل تصرفتها الكاريزماتية لشخصيتها بفعل تعانوت السلطة بفعل تعامل السلطة معها طيلة السنوات الماضية لم نجد الآن طبقة سياسية تؤهلها لقيادة الحراك الحراك في الجزائر كان عفوي كان لم ينتج عن نقابات لم ينتج عن حزاب سياسية لم ينتج عن تكتلات هناك مليونية مقرر لها الآن يصعب تأطير هذا الحراك مقرر لها الخروج ويتم التعبئة والحشد من أجل هذه المليونية ما توقعاتك لنتائج التي يمكن أن تتمخذ عن هذه المليونية ورد فعل المجلس العسكري المؤسسة العسكرية في الجزائر هي مؤسسة دستورية قائمة بذاتها ليست شبهها بالمؤسسة السودانية ليست شبهها بالحراك السوداني هناك بعض النقاط المشتركة المؤسسة العسكرية في الجزائر حد الآن لم تؤكد بأن تاريخ الانتخابات سيكون في ربع يوليو هناك بعض المرونة يمكن تأخير هذا الموعد إلى موعد أخرى الآن الكل يريد فتح حوار لكن طبيعة هذا الحوار مع من يكون هذه نقطة الاستفهام النقطة المهمة جدا إذا تمكنت الطبقة السياسية من تفكيك معضلة الحوار ووجدت مع من تتحاور لأن رموز النظام الآن ليسوا مرغوب غير مرغوب فيهم وليسوا مقبولين للحوار إذا تمت مرونة من قبل السلطة العسكرية أي المؤسسة العسكرية التي هي السلطة الفعلية وتمت مرونة من قبل الحراك الذي لديه وجوه ثقافية ووجوه سياسية معروفة تشارك أيضا في الأحزاب السياسية تشارك في طرح بديل سيكون خلال الأيام المقبلة حيث أن المعارضة السياسية والشخصيات وغيرها يحضرون لندوة وطنية للمعارضة ربما تخرج بها بديل ربما تطرح هذه السياق الجديدة للحوار وبعد ذلك يمكن أن تكون مرونة من المؤسسة العسكرية التي ما زالت فاتحة تفتح الباب وما زالت تتقبل الاقتراحات ولم تغلق الباب لحد الآن شكرا جزيلا لك من الجزائر الكاتب والمحل السياسي عبد الكريم تفرق نيت ترجمة نانسي قنقر